طلق وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الامريكي أنتوني بلانكين تناول تطورات أزمة قطاع غزة وذكرت الخارجية في بيان أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة حيث أكد شكري ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في الخامس عشر من نوفمبر وإقامة هدنة وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة للقطاع مع توضيح أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار ومن جانبه أعرى بلانكين عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تدعيتها وكذلك لدورها في إصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج الرعاية الأجانب